السلام عليكم ورحمة الله وبركاته للمشاهدين العزاء طبعا زي منتوا شايفين كنا عاملين حلقات سابقة في موضوع الاسمدة وبرامج التسميت للأشجار والنخيل فلاحظت ان باعت الناس كتيرة مش مستوعبة الموضوع فانا كيبت لكم المقطع البسيط الجميل ده بيبين لك ان العامل باعت عن الجزع النبات او جزع الشجرة زي منتوا شايفين مسافة وليكن من 50 ل 75 سنتي وعمل الخندق زي منتوا شايفين بالمنظر الجميل ده وحط الاسمدة العضوية طبعا احنا كنا جايبين في البرامج التسميت ياريتكم تتفرق على الحلقات السابقة اللي فيها برامج التسميت شايفين بيسرسب السمات العضوية لكن هو عمل غلطة زغيرة ايه هي ان هو حط السمات العضوية زي ما هو بدون تقليبه بالطبقة التربة بالبال بالعكس هو حط السمات ودفن وبعد كده شايفين بقى الحرقة اللي عملها بعد مدفن ردم على الجزع الترديم ده مهم اوي يعني ايه الترديم اللي هو كب شوية تراب حوالين الجزع بحيث لما المية تملى الحوض من تحت ما يكيش المية مباشرة على ساق الشجرة فبالتالي ما حصلش تسمغات وما حصلش امراض فطرية وما حصلش انتكاسة للنبات وتظاهر اه لها فدي انا حبيت ان انا اكيب لكم المقطع الجميل ده وطبعا لو حتى قال لي المونتاج ومنش المونتاج فارقوك يا فيلسوف بطل المهم اللي انت استوعبت المنظر واستوعبت الشكل والاعادة فيها فايدة زي منتوا شايفين بقى ده منظر النخلة لما تكون عمرها مثلا منتكلم في عشر سنين شايفين الحوض بقى كبير ازاي ده بارتو اللي احنا كنا منتكلم به في الحلقات السابقة في التسميت ان انا كلما كبر النبات وكبرت الشجرة بتحتي الحوض بتاع الزراعة يكبر معايا وطريقة الترديم تكبر بارتو معايا ليه انا يهمني ان الحوض لما بيكبر بالمنظر ده تيه منطقة الكزور الشعرية احط التسميت العضو بتاعي احط التسميت الكيميائي بتاعي اعمل الختمة بتاعتي وقلب التربة وقلب سطح التربة وانطفة من الحشايز زي ما انتوا شايفين ويبقى المية في الحالة دي للنخلة بالمنظر ده المعدل بتاعها في اليوم او المقانن الماء بتاعها في اليوم 200 لتر مية وفي الحالة دي النخلة دي ممكن تستوعب 200 كيلو سمات عضوي 200 كيلو سمات عضوي يعني لو منقول مثلا الشكارة 25 كيلو احنا محتاجين 8 شكاير سمات عضوي تتقلب كويس بسطح التربة وتتفرد المنظر اللي شايفينه دوت وتبقى المية آآ الزرع يشرب ويبقى آآ مروي طيب آآ هل ممكن ان احنا نزرع في الاحواط دي في الحالة دي آآ ممكن نزرع مثلا شوية النباتات آآ محاصيل آآ آآ صيفية آآ برضو اهم نقطة عندي انا بالمنظر الكبير ده سواء نخلة سواء شجر فانا بهتم جدا جدا بالاساس الاساس عندي ايه النخلة والشجرة اما المحاصيلتي حاجة سانوية فلو انا بستعمل اسمدة للنخلة بس زي ما احنا قلنا في الحجم دوت العمر دوت لو مسلا عشر سنين فيما فوق 200 كيلو لو شجرة تقريبا من اتكلم برضو في نفس الكمية بالتقريب ففي الشتع عندنا تصويم سواء للنخيل سواء للشجر يعني تصويم يعني تأكل الكمية التنمية بقطر الامكان قبل مرحلة التزيير فاتمنى تكون حلقة مفيدة وكده يبقى انا عرفتكم بالنحية النظرية في حلقات التسميت وقتا بالنحية العملية قتمكن شكل العام بيكون شكلوي تحيات ليكو جميعا ومع الله في السلام